ولتعليق على مستجدات الحراك الشعبي في العراق ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب دكتور فالح مرحبا بكم مرحبا بكم يعني اللجان المنظمة للتظاهرات في بيانها لخصت المطالب في ستة بنود من أهمها كانت إقالة الحكومة وحل البرلمان تجميد الدستور وحل الميليشيات وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية كيف ترون هذه المطالب هل تحقق ما يصب إليه الشعب العراقي دكتور بسم الله الرحمن الرحيم هذه المطالب لا شك أنها مطالب تخرج عن إطار ما روجت له أبواق النظام من أنها مطالب خدمية وتحاول حصرها في قضايا خدمية فقط هذه مطالب في الحقيقة مطالب ثورة مطالب شاملة وطبعا هذه المطالب لو تحققت سنشهد تحولا جذريا كاملا يعني نحن سوف لن نقف عند هذه رغم أهمية هذه لأنه حل الميليشيات إسقاط الحكومة حل البرلمان تجميد العمل بالدستور وإن كان الأفضل العراقي يعني العراقي لا يؤمن بهذا الدستور أصلا وبالتالي هذه مطالب ثورة شاملة ونرى أنه لم يعد هناك مجال للحديث أبدا عن مطالب خدمية أو مطالب مطلبية طيب دكتور بمناسبة تجميد الدستور التي تحدثت عنها البرلمان يوم أمس أقر بتعديل الدستور هل هذا سيسكت المتظاهرين تعديل الدستور خاصة؟ قطعا لا هذا لم يلتفت إليه أحد ولا ينبغي أن يلتفت إليه أحد هذا البرلمان ليس له شرعية فاقد الشرعية ناقص الشرعية وكل ما يصدر عنه لا يمكن لثقة الوثوق به وهذه قرارات يعني يمكن إلغاءها في أي وقت هذا كله كسب للوقت والشراء للوقت ولعب على الثورة وهذه أعتقد أن الثورة تجاوزت هذا الأمر قديما دكتور فالح بمناسبة الحديث عن مطالب الشعب العراقي خاصة النقطة الرابعة وهي حل الميليشيات تعتقد أن الشعر العراقي أصبح واعيا بما تشكله هذه الميليشيات من ضرر على الشعب العراقي خاصة يعني لمن يريد جواب فليسمع هتافات المتظاهرين ماذا يقولون؟ المتظاهرين يعني عندما يهتفون بملء حناجرهم بإسقاط الميليشيات إيران ماذا تملك في العراق؟ تملك في الميليشيات وبالتالي كل تظاهر ضد إيران هو تظاهر ضد هذه الميليشيات ثم لا ننسى أن الدم المسفوك الذي يسفك ويسفك الآن هو دم تسفك الميليشيات وأبو هندي المهندس كما سمعنا قبل أيام يهدد أنه سيتدخل في لوقت المناسب واليوم سمعنا خامنئي إمامهم وزعيمهم وسيدهم يهدد ويتوعد ويوصي تلاميذه وأتباعه وتبعيته باتخاذ الإجراءات المناسبة على ذكر المرشد خامنئي علي خامنئي هاجم التظاهرات في العراق ولبنان ووصفها بأنها أعمال شغب لماذا خامنئي تحدث الآن في هذا التوقيت تحديدا دكتور؟ يعني بالتأكيد طبعا لماذا تحدث الآن هو يتحدث الآن لأنه الخناق بدأ يضيق على هذا النظام في العراق وفي لبنان وهي نظم تابعة لإيران وأيضا هو بدأ يستشعر الخطر ولكن الغريب والعجيب والذي ينبغي أن يسأل السؤال الذي ينبغي أن يسأل ما دخل خامنئي فيما يجري في العراق ولبنان هل هذه الدول مستقلة؟ هل هذه الدول ذات سيادة كما يزعمون؟ أم أنه هذه الدول تابعة لإيران؟ هو يعني يؤكد الآن أن هذه الدول هي عبارة عن ولايات تابعة لإيران دكتور اللي جان أيضا طالبت بالتشكيل حكومة إنقاذ وطني هل العراق مهيئ حاليا لاستقبال حكومة إنقاذ وطني لا تشمل جميع من دخلوا العملية السياسية بعد عام 2003؟ هل الأجواء مناسبة الآن؟ يعني إذا كنا نتحدث عن أجواء ثورة وأجواء تغيير شامل فالأجواء نعم مناسبة للتغيير الشامل الذي يستثني كل من عمل في هذا العملية السياسية كعقوبة يستثنيه من أي عمل لفترة طويلة قادمة وبالتالي نعم الأجواء مهيئة العراق فيه الكثير من الرجالات الغيارة على مستقبلة وعلى مصالحة وفيه الكثير من الخبرات والطاقات سواء كان داخل العراق أو خارج العراق هم عندما رفعوا هذه المطالب هم يعلمون جيدا أنه العراق مهيئ لتكوين مثل هذه الحكومة التي تستطيع إنقاذ العراق أو إنقاذ ما يمكن إنقاذها دكتور لكن الشخصيات من أين يتم جلب الشخصيات التي تمثل فعلا حكومة إنقاذ وطني هل سيكون من كان وزيرا ستجلبه مرة أخرى أو كان نائبا ستجلبه مرة أخرى لتشكيل حكومة إنقاذ وطني أنا أعتقد أن المود السائد أو المزاج السائد الآن لدى الثوار بل لدى كل الشعب العراقي هو استبعاث كل هذه المجموعة التي عملت بعد 2030 إلا إذا يمكن يمكن استثناءات بسيطة جدا يشار لها بأنه هذا كفو أو هذا أقل فسادا أو لكن التوجه العام هو أنه العراق عنده مخزون كبير جدا من الطاقات الكبيرة التي يمكن أن تساهم في بناء العراق وكما قلت في الداخل أو في الخارج طيب حكومة إنقاذ وطني ستخضع للمحاصصة أم ستضرب المحاصصة في مقتل لا يمكن لا يمكن أبدا المحاصصة يعني التصنيفات كما يعني بعد 2003 بأنه هناك للسنة هذه الحصاص وهناك لشعى هذه الحصاص هل ستضربها في مقتل؟ ستضربها في مقتل وهذه الثورة قامت من أجل إنهاء المحاصصة وكثير من المطائب التي يعبر عنها الثوار تتلخص أو تقول بإنهاء المحاصصة لأنه الحقيقة هذا النظام من أكبر المآخذ عليه هو أنه نظام محاصصة يعني المحاصصة لم تكن فقط في الوزارات في المديريات في الدوائر في كل شيء الآن في كل شيء وبالتالي هناك أصبح قرف عند العراقيين من أي شيء يتعلق بالمحاصصة لا شيء يتعلق بالمحاصصة في المستقبل العراق العراق يحكمه الأكفياء وأصحاب الخبرة والوطنيين والذين لهم سجل جيد ومشرف دكتور تستبعد أن تكون حكومة إنقاذ وطني حكومة عسكرية تستبعد ذلك؟ حقيقة لا أستبعد لأنه دائما نحن نعلم جيدا أنه للأسف هذه الحالة الغالبة سواء في العراق أو في الوطن العربي الجيش قد يكون الملاذ الأخير لكن أنا أعتقد أنه هناك الآن رغبة كبيرة الكثير من الثوار أنه أو يلخصونهم الوضع هكذا أنهم بحاجة إلى شخصية قيادية قوية وهذه الشخصية القيادية القوية لا يمكن أن تأثر عليها يعني بكلمة أخرى يد من حديد تضرب على مرتكزات الفساد الذي عشعش منذ عام 2003 وانتشر في كل أرجاء المجتمع بالتأكيد أنت تحتاج إلى القوة الكافية والحزم الكافي لوقف هذه المهزلة القوة العسكرية ستفتت الميليشيات في العراق دكتور هل باستطاعتها ذلك من دون مساعدة خارجية مثلا من قبل على سبيل المثال الولايات المتحدة وغيرها أنا أستطيع أن أجزم جزما أنه لو ترك الناس هكذا يعني لو قوة بسيطة عسكرية معهم لفتكوا بالميليشيات الآن في الشوارع أنا متأكد من ذلك لأنه الأمر وصل إلى مرحلة اللاعودة يعني لك أن تتخيل أطفال يخرجون نساء يخرجنا شياب يعني شيوك شباب الكل يخرج أنا متأكد قوة عسكرية أنا طبعا لا أستهم بالميليشيات وكذلك لا ننسى الدعم الإيراني نعم الدعم الحرس الثوري وعدنا حدود مفتوحة كثيرة مع إيران ولكن حجم الغضب وحجم العداوة وحجم المكبوت في النفس يعني كله يرشح وأنا وأبشرك وأقول لك من موقعي هذا نعم أن كثير من الميليشيات سترك سلاحة وتهرب لأنه في النهاية كما يقول المتضاء يعني الثوار يقولون أنه من يقتنهم إيرانيين هذا هذا يكفي دكتور يعني في بغداد لأول مرة هناك هتافات تصدح ضد مقتدى الصدر وهذه العامرة أنا بغداد منها البغداد يعني لأول مرة يتم الهتاف ضد مقتدى الصدر وهذه العامرة وخاصة مقتدى الصدر له شعبية كبيرة خاصة في مدينة الثورة كيف تبعتم ذلك يعني هذا يؤكد الكلام الذي نقول من أنه هذه الثورة جذرية شاملة لم يعد هناك كبير لا كبير ولهذا هم استعاروا الشعار اللبناني كلهم يعني كلهم ومقتدى واحد منهم نعم وبالتالي لم يعد هناك أحد لا عصمة لأحد هذه الثورة أطاحت بكل من قوسين المقدسات التي حاولت حاولت إيران وتبعية إيران أن يعني يرسموها في عقول إيران طيب دكتور أراكا تضحك هذا اليوم يعني على غير عادتك في اللقاءات هل أنت متفائل؟ والله أنا متفائل دائما وأنا قلت يعني في مناسبة سابقة قلت أنه نحن قطعنا الشوط الأكبر هذه الثورة حتى لو قمعت الآن حتى لو قمعت حتى لو ذهبت جميع إلى بيوتهم جرحى قتلى شهداء سجناء مخطوفين ولكن حجر الأساس لكراهية هذه العملية والاحتلال وإيران قد وضعت بقوة وسوف لن تكون هناك عودة كما قلنا هذا الشارع وان وي طريق واحد ليس هناك مجال للعودة أو مجال للإيجزيت للخروج من أراد أن يخرج فليخرج لكن لا عودة دكتور الأعلام العراقية هي فقط التي ترفع في الساحات في ساحات التظاهر وهذا سبب للتفاؤل هل وئدة الطائفية؟ نرجو ذلك أشوف يعني أخبر نكون صراحة طيب الآن العراقيين الموجودين في الشوارع هم جيليان جيل قبل الاحتلال طيب آباء وعمام وأخوال وكذا وهناك جيل بعد الاحتلال طيب يعني لما جاء الاحتلال اللي كان عمره سنتين وثلاثة وخمسة وثمانية اللي عمره صفر نعم هذولا كلهم نشؤوا في الاحتلال بالضبط اللي قبل الاحتلال شهدوا أشياء رأوا أشياء خدعوا بأشياء قيل لهم أنه النظام هناك كذا وكذا وكذا وأن الاحتلال الأمريكي إذا جاء ديمقراطية أشياء كثيرة قيلت لهم أدرك هذا الجيل الجيل القديم نعم أنه هذا الكلام كله كلام فارغ وأنه ضحك عليهم نعم وأنه حتى من كان يقدسوهم انتهد هذا الجيل لم يعرف هذه الأشياء كلها طيب نشأ في ظل هذه طيب نشأ في ظل ثم كفر بها نعم فلك أن تتخيل الآن أن كل الأجيال توحدت نعم شيء آخر نعم المقاومة عندما قامت في العراق في البداية قامت بها يعني قسم من الناس نعم القسم الآخر يعني كان لديه اجتهاد آخر لا بس نعم ها؟ الآن الآن نعم اخبرني عن واحد فقط لا يؤيد المقاومة ولا يؤيد ثم ضد من المقاومة يعني كان ضد الأمريكان وكان هناك جزئية كان البعض يحسن الضم بإيران الآن لا إيران ولا أمريكا يعني نحن أمام وضع جديد لا أقول عصر جديد نعم إنما وضع جديد بالكامل طيب دكتور زيارة ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى ساحة التحرير هل نفع من ذلك أن المجتمع الدولي بدأ يلتفت للقضية العراقية ويعطيها أحقية وأولوية بالنسبة له؟ للحقيقة وللأمانة أبداً لأنه كانت مخيبة للأمال هي دعت إلى حوار وطني حوار وطني بين من؟ يعني هذه كلمة كلمة مضللة وكانت متساهلة هي في الحقيقة وبالتالي هي جاءت لجس النبض نحن ما قبض من المجتمع الدولي إلى شيء واحد نحن فتكرنا أن القلق ذهب مع هذا شو اسمه أمون شو اسمه أمين عام المتحدة السابق بانكيمون بانكيمون لكن القلق بدأ الآن يساور بومبيو وغيرها وبالتالي ليس لأنه قلق فهذه الممثلة ممثلة يعني في كل الأحوال هي مندوبة شبهة أمريكية وبالتالي لم تقدم شيء للأسف الشديد هي جتي لكي تجس النبض لكن خطابها الذي قالتها ومقترحاتها لقدمتها لا ترتقي إلى ما يريدها الثور دكتور الأيام القادمة ماذا ستحمل بالنسبة للمتظاهرين هل ستلجأ الحكومة إلى عمليات قمع أكثر شدة يعني أنا أتوقع ذلك خاصة بعد رسالة اليوم مرشد ليس مرشد إيران إنما مرشد العراق وإيران وربنان يعني واليمن طبعا وسوريا فللأسف الشديد سيقد يلجأون إلى القمع لكن نقولها وقلناها إذا كانت الإطلاقات الأولى في اليوم الأول كافية لبث الرعب لكان انتهت الثورة منذ اليوم الأول أو الثاني أو الثالث نعم اليوم نحن تجاوزنا كل ذلك المظاهرات تزيد عدد المشاركين يزيد وهم يعلمون أن القنص والقتل في الرأس ويخرجون هذا كل يدلل على أنه نحن إزاء مرحلة لا عودة لا عودة كل ما تملك إيران هو هذا القمع وهذا القتل لكن الشعب العراقي توحد نحن لسنا في 2003 ولا 4 ولا 5 ولا 6 نعم كل انتهت الآن العدو واحد والبندقية واحدة والطائفية انتهت وهذا الكلام نقوله تفاؤلا لأنه كما نرى لم تبقى لا رموز ولا مقدسات والكلام كثير جدا أنا أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم العافية